اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية بعد التمديد لثلاثة ايام اضافية اغلق في تونس باب الترشح لانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع عشر من ديسمبر المقبل وبانتهاء مهلة تقديم الترشحات تبدأ مرحلة البت في الاسماء المتقدمة واوراقها وتنتهي باعلان قائمة المرشحين في الثالث من نوفمبر المقبل لكن القائمة النهائية المترشحين لاستحقاق التشريعي ستعلن في الثاني والعشرين من نوفمبر بعد البت في الطعون القضائية رغم السير في طريق اتمام تلك الانتخابات لا تزال احزاب وتيارات تعارض القانون المنظم لها بل وتدعو لمقاطعتها فيما يبقى الناخب التونسي امام وعود انتخابية عديدة ينتظر ان تتحقق خاصة في ظل ما تشهده البلاد من اوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة مع انتهاء فترة التقدم باوراق الترشح للانتخابات التشريعية في تونس استقبلت هيئة الانتخابات مئات من طلبات خوض الانتخابات وذلك بعد استفاء شروط من بينها جمعوا اربعمائة تزكية شعبية اقرتها البلديات وتفتح الهيئة الباب امام الطعون في التزكيات قبل بدء الحملة الانتخابية وسط جدل كبير حول توظيف المال السياسي في عملية شراء اصوات الناخبين والتأثير على قناعاتهم للحصول على التزكيات الامر الذي قد يعمق حالة التنافس على البرلمان المقبل والذي سيكون مختلطا بمرجعيات سياسية متعددة البرلمان القادم ورغم كل ما يقال عنه سيكون سياسيا بامتياز باعتبار حتى الاحزاب التي لم تشارك او انها تصرح بينها لن تشارك ستشارك بعناصر غير معروفة من الصف الثاني او من الصف الثلث لانها لا تريد ان تكون غائبة عن المشهد السياسي باعتبار ان غيابها في هذه المحطة سيبعدها عن المشهد السياسي بصفة عامة ووجهت احزاب المعارضة اتهامات للرئيس قيس سعيد باقرار قانون انتخابي بمواصفات محددة دون مراعاة شرط تكافؤ الفرص في وقت تتفاقم فيه الدعوات لمقاطعة الموعد الانتخابي اذ تعول هيئة الانتخابات على توجه ما لا يقل عن سبعة ملايين ناخب تونسي للاقتراع ستكون هناك مفاجآت في تركيبة المجلس القادم سنجد ربما تناقضا كبيرا بين المترشحين وانتماءاتهم ومشاريعهم السياسية وحتى الخاصة وقد نجد ايضا من يمثل المنظومة القديمة من يمثل ايضا المنظومة الاقدم ومن ينتصر للرئيس وبالتالي يصعب جدا الحديث عن مجلس متناغم ومجلس يمكن ان يفيد حتى المشروع السياسي للاسقي سايد انتخابات ستكون على الاغلب في دورتين بسبب تزايد اعداد المترشحين ما قد يصعب من عملية الاختيار امام الناخب التونسي الذي يجد نفسه مرة اخرى في دوامة تعدد الاسماء والوعود الانتخابية تتعدد الترشحات للاستحقاق التشريعي الذي تنتظره تونس في شهر ديسمبر ليكون البرلمان المقبل وفق عديد المؤشرات فسي فسائيا بامتياز بالوان سياسية واجيولوجية مختلفة نجلة ابو خريس الغد تونس نرحب بضيفينا من تونس المستشار ماهر جديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيد عبد الرؤوف بالي عضو نقابة الصحفيين والباحث السياسي اهلا بكم ضيفان على شاشة الغد ابدأ معك سيدة المستشار بداية بعد اغلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب القبول لملفات الترشح للانتخابات ما المشهد الان ما هي القراءة لأعداد او لنسب التقدم للترشح خاصة بعد تمديد لثلاثة ايام اضافية شكرا جزيلا على السؤال مساء الخير مرحبا بكم كما تعلمون تم على الساعة السادسة مساء من هذا اليوم غلق باب الترشح امام المترشحين للمجلس نواب الشعب العدد الجملي للمترشحين هو 1427 مترشح بحساب 1213 من الذكور و214 من الاناث بحساب 85% من الذكور و15% من الاناث العدد الجملي للترشحات على المستوى الداخلي 1400 ترشح وبلغ عدد المترشحين في الخارج 27 مترشح في الحقيقة بعد غلق باب الترشح مساء هذا اليوم ستنطلق بداية من يوم الغد مرحلة البت في صحة الترشحات وتمتد هذه المرحلة من يوم 28 اكتوبر الى يوم 2 نوفمبر وبعد ذلك يوم 3 نوفمبر سيتم الاعلان عن القائمة الاولية للمترشحين لمجلس نواب الشعب طيب هذه الارقام كنتم تتوقعونها كنتم تتوقعون اقل اكثر وايضا لاحظت في الارقام التي ذكرتها ان اعداد النساء او نسبة النساء المترشحات قليلة مقارنة بالرجال لماذا هل للقانون سبب او تأثير في ذلك شكرا على السؤال في الحقيقة نسبة المشاركة بالنسبة المشاركة المرأة بالنسبة للرجال في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب كما تلاحظون انها هي قليلة ولكن القانون هو يضع النساء والرجال وحق تقديم الترشحات على قدم المساواة وهذه النسبة لا دخلة للقانون والقانون لا يميز بين الرجل والمرأة في تقديم الترشحات ممكن في المراحل القادمة سوف يكون للمرأة نصيب اوفر في تقديم ترشحاتهم ولكن هذا نعمل على وعي المرأة التونسية في المراحل الانتخابية القادمة بان تقدم ترشحاتها لمثل هذه المناسبات الشيء الذي نريد أن نؤكد عليه أن القانون يضع الرجل والمرأة على قدم المساواة في تقديم الترشحات هذا مفهوم بس أتحدث عن الشروط التي وضعت في القانون للترشح للانتخابات ربما هناك صعوبات تلقتها المرأة ليست مثل الرجل مثلا تسكيات 400 شخص هل كانت المرأة التونسية تستطيع أن تجمع هذه الأرقام بسهولة مثل ما يجمعها الرجل؟ هو جمع التسكيات لا يفرق بين الرجل والمرأة كما قلت لك وأكد أن المرأة هي مواطنة والرجل هو مواطن تونسي والقانون لا يصاغ بحسب الجنس القانون هو قاعدة عامة تنطبق على الجميع على الإناث وعلى الذكور فهذه مسألة التمييز بين الرجل والمرأة وصعوبة جمع التسكيات ليس لها أي علاقة وليس لها أي أساس قانوني المهم المرأة تتمتع في تونس بحق المواطنة مثلها مثل الرجل فما يشاع من أن التزكية 400 مزكي هي قد تصعب على المرأة جمعها هذه مسألة غير دقيقة على اعتبار أن تونس هذا بحسب محللين تونسيين وصحفيين تونسيين ما يمكنها من جمع التسكيات على قدم المساوات طيب سيد عبد الرؤوف بالي أعتذر أطلت عنك السؤال ما موقف واهتمام المواطن التونسي بالانتخابات والخطوات القادمة التي تقوم بها وستقوم بها الحكومة للخروج من هذا المشهد الضبابي السياسي للأسف اليوم القانون الانتخابي وضع كل الأطراف بما فيهم هيئة الانتخابات أمام إشكاليات حقيقية وحتى المواطن التونسي اليوم أصبح يفهم الإشكاليات والألغام التي وضعت في القانون الانتخابي حيث أن القانون الانتخابي منع الفقراء أو محدودي الدخل من الترشح لأنه ألغى التمويل العمومي للمترشحين وبالتالي لم تعد هناك مساواة بين المترشحين حيث أن هناك فرق كبير بين المرشح الحزبي أو رجل الأعمال وبين المرشح من الطبق الوسطى أو من الطبق الفقير أو من المعطلين ثم هناك إشكال آخر وهو اليوم أن المواطن التونسي اكتشف ما معنى ضرورة التنصيص على التناصف في القانون الانتخابي اليوم 15% من المترشحين فقط هم من النساء كذلك نتوقع أنه حتى في الانتخابات ربما لن تكون هناك أي مرأة في البرلمان القادم وهذا يعني كنا نبهنا إليه كمجتمع مدني وكناشطين في الحق المدني طيب بذكرك البرلمان القادم لأن التناصف كان من أهم بذكرك البرلمان القادم في ضوء تمسك بعض الأحزاب والطيارات التقليدية بالمقاطعة كيف ستكون تركيبة البرلمان المقبل هذا داخل في طبيعة القانون الانتخابي والدستور التونسي حيث أنه حول المجتمع التونسي إلى مجتمع أفراد ولم تعد هناك تنظيمات سياسية تترشح في الانتخابات ببرامج وطنية اليوم انتقلنا إلى التفكير في المحليات يعني الأعضاء البرلمان هم يعني يصعدون عن محليات برامجهم محلية وليست وطنية وبالتالي حتى في المستقبل يعني الأفراد الذين سيصبحون أعضاء في البرلمان ستكون اهتماماتهم محلية وليست وطنية وبالتالي نحن عززنا بهذا القانون الانتخابي التشتت الذي كان موجود في السابق في البرلمان وبالتالي عوضا عن دعم يعني تواجد دكتلات كبيرة في البرلمان ببرامج وطنية اليوم عبر القانون الانتخابي والدستور الجديد عززنا الطابع الفردي بالنسبة لنائب الشعب في البرلمان هو أصبح نائب محلي وبرنامجه محلي وليست له علاقة بالبرامج الوطنية إذن هناك العديد من الإشكاليات الهيئة أيضا اكتشفت بعض الإشكاليات الموجودة سواء في القانون الانتخابي أو في الرزنامة الانتخابية بالحديث عن الهيئة سيد بالي سوف أتوجه بسؤال أخير للمستشار سيئة المستشار أهم الخروقات التي ربما قد اعترضت عملية الترشح هذه أهم التحديات مشاكل هل سجلت أم لا يزال إعلان عن ذلك مبكرا شكرا على السؤال في الحقيقة هي كل عملية انتخابية لا تخلو من المشاكل والمخالفات وممكن الممارسات غير القانونية وغير الفضلة وهذه موجودة في جميع المصارات الانتخابية ما فعلته الهيئة في خصوص التصدي لهذه المخالفات أنها قامت بمعينة كل هذه المخالفات وتم تصنيف هذه المخالفات إلى مخالفات منها ما هو بسيط ومنها ما هو مخالفات كبيرة ويمكن أن يمكن أن تصنيفها إلى جرائم انتخابية على كل حال إذا كانت المخالفات هذه ترتقي إلى صنف الجرائم الانتخابية فإنه تم تعهيد النيابة العمومية بتتبع هذه المخالفات وتم فتح أبحاث في المخالفات هذه وسجلنا عديد الإقافات التحافظية وخاصة في خصوص استعمال المال المشبوه في العملية الانتخابية والتي هذه الأموال المشبوهة التي يريد أصحابها إفساد المصار الانتخابي شكرا جزيلا لك السيد ماهر جديدي المستشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كل ما تفضلت به كنت معنا من تونس وأشكر أيضا الأستاذ عبد الرؤوف بالي عضو نقابة الصحفيين والباحث السياسي شكرا جزيلا لك سيدي شكرا